بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله صلاةً دائمةً بدوام ملك الله أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لقد انقضى شهر رمضان بأنفاسه الطيبة ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر قبل فيه من قبل وطرد فيه من طرد فيا ترى من المقبول لنهنئه ومن المطرود لنعزيه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعاً من المقبولين لقد انقضى شهر رمضان لكن الذي يؤسف القلب أننا نرى فتوراً عن الطاعة بعد رمضان فكأن الناس يعبدون رمضان لا يعبدون رب رمضان مع أن قضية العبادة هي القضية الكبرى والقضية الأولى التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لا شك أن الله قد اختص شهر رمضان بمزيد من فيوضاته ومن رحماته لكن هذا لا يعني أن ينقطع الإنسان عن الصلاة بعد رمضان أو أن ينقطع الإنسان عن القرآن بعد رمضان أو أن ينقطع الإنسان عن الصدقة والنفقة بعد رمضان فيا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام تشوقاً وحنانا قد كان شهراً طيباً ومباركاً ومبشراً بالخير من مولانا شهر يستجيب الله فيه لمن دعا ودليلنا قد جاءنا قرآنا شهر به الرحمن يفتح جنةً للصائمين ويغلق النيرانا مرت لياليه الكريمة مسرعاً كطيف يحمل رحمة وحنانا كطيف يحمل رحمة وحنانا بالله يا شهر التقى لا تنسنا واذكر لربك شوقنا ورجانا ما أجمل أن يعيش الإنسان في طاعة وعلى طاعة في رمضان وفي بعد رمضان في رمضان وفي غيره من الأيام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يظل في نفوسهم الشوق وتوديع رمضان ستة أشهر ثم يستقبيرونه بالدعاء ستة أشهر حتى يكون العام كله عندهم رمضان هذا الشهر الفضيل إن كان قد انقضى فإن الذي يعبد على الدوام إنما هو الله تبارك وتعالى الذي يستحق أن يعبد دوماً إنما هو الله تبارك وتعالى فحقيقة العبادة أن يظل الإنسان ينتقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة حتى يلقى ربه تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قالوا كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه وإن من علامات القبول أن يوفق الإنسان للطاعة بعد الطاعة وأن يوفق للعبادة بعد العبادة إذا انتقلت من طاعة إلى طاعة فإن هذا يدل على أن الله عز وجل يريد لك الخير ويريد بك الخير قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملاً أثبته إن قضى رمضان لكن بقي قيام الليل طوال العام تضرع لله تبارك وتعالى وقف بين يدي ربك تبارك وتعالى وكن من المتقين الذين قليل ما يهجعون بالليل قال ربنا تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل واعلم بأن صيام يوم واحد بعد رمضان صيام يوم واحد يباعد الله عز وجل بينك وبين النار سبعين خريفة بماذا؟ بصيام يوم واحد فما ظنكم بمن يصوم في كل أسبوع يومين أو بمن يصوم في كل شهر ثلاثة أيام وبمن يواظب على هذه العبادة التي يحبها الله والتي يجازي عليها رب العالمين تبارك وتعالى إن قضى شهر رمضان وبقي الرحيم الرحمن الذي يعبد دوماً على الدوام فكن على طاعة وكن على عبادة لا حتى ينقضي رمضان وإنما حتى تلقى الله عز وجل قال الله لنبينا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي لا تفارق العبادة حتى تلقى الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً إلى ما يحبه ويرضاه هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته